توقع ورفع سقف التوقعات الحقيقة إنه كتير من الدراسات اتعاملت في الحتة دي بذاتهم عايزين يعرفوا وإيه اللي بيحصل في مؤسسة الجوازن إيه اللي بيحصل؟ إيه بيخلل الناس بيختلفوا بتقولك الدراسات إنه والدراسات دي تنشرت في كتير من المجلات اللي بتتكلم عن هذا الشأنه والشأن العائلي وعلاقته بنفسنا قالت لك إنه الستات بيقدموا على الزواج بتوقعات غير واقعية بنسبة أكبر بكتير من الرجال يعني هي متخيلة إنه هم لما هيجاوزوا هتبقى وقفة في المطبخ كل حاجة بمبي 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 لابس الماريالة على الفستان الفظيع اللي يجنب وهو يجي جنبها يحضونها يقول لا بتعملي يا روح ألم وتسلم إيديكي وزواب عكا وقطع معاك السلطة وعمل معاك احنا بتقول مش هدوها احنا بتقول مش هدفتراق لكن الحقيقة إنه المطبخ يعني تفاصيل يعني زي ما انت بتقول كده هنروح للسوبر ماركت نقف التبور ونحاسب وهنا ودي دايق وهنا أغلى دي أغلى دي أرخص وتقرني أصعار وتقلل بصلة واعنيك تدمع قبل النار في فراخها تتنظف وجو الحر اهتماماتك اهتماماتك هتتغير يعني هتلاقي نفسك وتتفرجي على حاجات وبتدوري على اليوتيوب على تفاصيل علاقة بالمطبخ وتشوحي قبل ايه وتحمري ايه قبل ايه وهو يجي يدوقي الأكل فيلاقيه مش قد كده فيقوم خبط الكلمة ويقولك والله بصي هو هاي بقى كويس ده لو ده على أحسن تقدير اه ده على أحسن تقدير دي يا حبيبتي ما اكلمتيش ماما سألتيها بزبت كده بتعمل ازاي كانت ساعدتك تبقى لتأه زيبوا جر حرام تنصخر قدام البوتجاز ويقولك الجملة فالستات عندهم توقعات والحالة توقعات مش قليلة ومش بسيطة عندهم توقعات كبيرة وغير واقعية وده بيبقى نسبته أكبر بكتير من الرجال موسيقى موسيقى موسيقى